وحدهم أصحاب القرار اليمني قادرون على إيقاف الحرب وهذر الدماء إحاطة في ختام مهمة فاشلة أنحى المبعوث الأمم إلى اليمن المنتهية ولايته إسماعيل ولد الشيخ أحمد باللائمة على الحوثيين الذين شكلوا في نظره معضلة أساسية للتوصل إلى حل توفقي سعى إليه نيابة عن الأمم المتحدة وكان جاهزا للتوقيع عليه حقيقة كان يعلمها الجميع لكن المبعوث الأممي أرجاءها حتى اليوم بعد أن دخل في السنة الأخيرة من مهمته في مواجهة أشهر فيها الحوثيون كل أسلحتهم في وجهه بما فيها محاولة للإغتيال في صنعاء ابان زيارته الأخيرة لهذه المدينة فيما يومنا العام الماضي وأنا أعلن اليوم ولأول مرة أنه تم وضع مقترح كامل وشامل بالتشاور مع كافة الفرقة إلا أنهم رفضوا في الساعات لبل في الدقائق الأخيرة التوقيع عليه وقد تبين في نهاية المشاورات أن الحوثيين ليسوا مستعدين في هذه المرحلة لتقديم التنازلات في الشق الأمني أو حتى الدخول في تفاصل خطة أمنية جامعة ليس الحوثيون وحدهم من يعيق التقدم نحو الوجه النهائي للحرب والسلام في اليمن فالدولة اليمنية بحسب المراقبين وكما تشير إلى ذلك الوقائع على الأرض باتت مهددة والسلطة الشرعية تعزل يوما إثر يوم عن مجال نفودها وتتواصل الترتيبات لترسيخ واقع عنوانه التقسيم والانفصال أساس القوات التي كانت تتشابك كانت بينها اشتباكات موجودة في العاصمة المؤقتة عدن كانت هذه كلها قوات موالية للشرعية موالية رسميا للتحالف والشرعية إذن هي قضية خطيرة اتسم معظم إحاطة المبعوث الأممي بتكرار العبارات نفسها عن خارطة السلام وجهود بناء الثقة بين الأطراف والوضع الإنساني المأساوي وتورط الأطراف في تجنيد الأطفال واستمرار الحرب لكنها هذه المرة تضمنت بعض الإشارات ذات المغزى خصوصا ما يتعلق بالشكوك حيال الإرادة الفعلية للأطراف من أجل إنهاء الحرب حذر ولد الشيخ في إحاطته من تداعيات المشهد الإقليمي المشحون بالتحديات والنزاعات السياسية والمذهبية والضغوط الاقتصادية على البلاد المنهك بالحرب وحذر كذلك من أن الأحداث الأخيرة في اليمن ستعيد خلط الأوراق السياسية من جديد وتغير في بعض التكتلات الداخلية خاصة في ظل ما يشهده حزب المؤتمر الشعبي العام من ضغوط وتحديات بالإضافة إلى ظهور أصوات جنوبية شعبية تعبر عن مطالبها هناك سياسين من كافة الأطراف يعتاشون من الحروب وتجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية نراهم في خطاباتهم تارة يحركون النعارات لتعميق الشرخ في المجتمع اليمني وطورا يعلنون عن مواقف مؤيدة للسلام بينما نسمعهم في المجالس القاصة غير عابهين لمعاناة شعبهم هذه هي أقوى أكثر إشارات المبعوث الأممي جرأة إلى الأطراف المتورطة في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن لكنه تعمد على ما يبدو تجاهل التغول الكبير لمصالح الأطراف الخارجية المتورطة في هذه الحرب تحت مظلة التحالف والتي تتحول معها المهمة العسكرية لهذا التحالف من إسناد للشرعية إلى إقصائها وتصميم وصفة مستقبلية أكثر كارتية بانتظار اليمن المخدوع من كل الأطراف ترجمة نانسي قنقر